بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم السبت خلاص بقى يوم أصحاب السعادة وإحنا منتكلم عن أصحاب السعادة منتكلم على النور والبركة منتكلم على السكينة والرحمة والمودة منتكلم على حديث العهد بالزواج وكمان المتزوجين اللي عايزين يجا يضدوا حياتهم الزوجية هنتكلم على أصحاب السعادة حقيين مؤمنين بأن السعادة حقيقة ممكن نعيشها في حياتنا وإحنا بقلنا جملة من الحلقات ابتدينا بعملية تدريب وتأهيل لكل حد من الزوجين عايز يكون من أصحاب السعادة وابتدينا بحاجة جديدة اسمها المهارات الزوجية واتكلمنا عن مهارة التأمين الزواجي وكمان تكلمنا عن مهارة الاهتمام الزواجي بس لقينا أن كل سلوك وكل جزء وعنصر من عناصر مهارة الاهتمام الزواجي محتاجة أن احنا نبص فيها ونتكلم فيها بهدوء ليه؟ مش بس احنا اللي طلبنا كده حضراتكم كمان طلبتم ده وكأن مسألة الاهتمام دي مسألة بقت جزء من احتياجنا الأساسي وعشان مسألة الاهتمام دي بتحسس الإنسان بكيانه وبتحسس الزوج بأهميته في الحياة الزوجية كان لازم نفرد لإظهار الاهتمام بشريك الحياة حلقة نتكلم عنها خلينا أقول لكم أن الاهتمام بشريك الحياة يا سادة لازم نعرف أنه هو قيمة مضافة لازم نحس الشريك حياتنا أنه قيمة مضافة الزوج والزوجة وعلى فكرة احنا مش بنعمل كده كنوع من أنواع اللي امتنان أو التفضل على شريك الحياة ده مش حقيقي الحقيقة أن كل واحد من شركاء الحياة تنقل في الأصلاب وانتقل من لدن آدم إلى وقتنا ده فإنه حاصل؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل كل شريك من شركاء الحياة نعمة وعشان كده الزواج نفسه بقى نعمة فكل واحد فينا لازم يحس إن شريك حياته نعمة وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها يبقى إذن الزوج نعمة والزوجة نعمة يبقى إذن إحنا لما بنعمل كده إحنا النعم بنعمل فيها إيه؟ يا رب بنعمل فيها إيه؟ آه ولئ إن شكرتم لأزيد إنكم يعني إيه؟ يعني الواحد لو اهتم ورعى واهتم بهذه النعمة ربنا بيزيده وعشان كده في حيات كتيرة جدا جدا الزوجة في أوقات كتيرة تفضل زي الحاجة زي الزرعة محتاجة اهتمام عشان يطلع منها أحسن ما فيها وعشان كده الاهتمام يا سادة الاهتمام مش عبء الاهتمام هو مش بس حق لشريك الحياة الاهتمام هو جزء من مفهوم الزواج وعشان كده لما بتهتم بشريك حياتك لازم تحس من الداخل إن أنت مش بتمارس عبء وعدي جا أقول له لازم تهتم وأنا ألاقي وقت أهتم بنفسي لما هتم بيها هو أنا ألاقي وقت من العيالة عشان هتم بيه زي بالضبط واحد بيقوله يا جماعة إحنا الزرعة تطلع ثمرة وهتبقى الثمرة بتاعتها حلوة من غير ما سقيها بالضبط الاهتمام مع شريك الحياة كالماء للزرعة في زرعة بيكبر ويطرح وينور كده ويزهزه من غير ما تسقيه الاهتمام هو ماء الحياة الزوجية ويزيك أنت لما بتهتم بشريك الحياة لازم تبيله إيه؟ إنه هو نعمة من نعم ربنا إذا وطبعا الحكمة بتقول إيه؟ إذا كنت في نعمة فرعها لازم نراعي النعمة وعلى فكرة عدم الاهتمام بشريك الحياة دي أحد المعاصي لإنها بتفضي بالإنسان إلى إن إيه؟ إلى إنه يضيع من يعول لإن الاهتمام هو جزء من الرعاية جزء من العشر بالمعروف وعشر وهن بالمعروف نفس الشيء لازم نقوله للزوج ونقوله للزوجة فالزوج لما زوجته بتهتم بيه بيخرج أفضل ما فيه يخرج الكلام الحلو كتير من الزوجات تيجي تقولي أنا جوزي ما بيقوليش كلام حلو جوزي ما بيهتمش بيه أبقى عارف بس ما بقدرش أقول لها لإن هي جاية وعيزة تفطفط لكن هو في الحقيقة هو ما بيهتمش بيك عشان حضرتك كمان ما بيهتمش بيه احنا في الاهتمام الاهتمام دي عملية عملية يعني ايه وعاشرهن بالمعروف يعني هو يعاشر وهي تعاشر هي تعاشر وهو يعاشر دخلنا في دايرة وعشان كده بتفضل المشكلة الأساسية بتاعة الفجوة الزوجية بتحصل ليه عشان كل واحد قاعد على ضفة البحر وعلى الشاطئ الآخر مش هايز يهتم منتزن النشريك